اشتركوا في القناة في القولي وفي العمل اللهم آمين احنا في هذا الشهر المبارك الكريم بنحتفل وبنحتفي بذكرى ميلاد الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليه وكل عام حضرتكم بألف خير وطبعا نظرا لهذا التزاحم بالأقوال الكثيرة جدا على صفحات التواصل الاجتماعي بانه الاحتفال بمولد النبي الهادي البشير عليه الصلاة والسلام ما زالت الألسن تقول ظلما وعدوانا بان الاحتفال بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام انه ده من قبيل البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وللأسف ان احنا كل عام بنذكر بانه ليس الاحتفال بمولد او بمولد الهادي البشير صلواته ربي وسلامه عليه بانه ده بدعة وليست كل بدعة على الاطلاق فكلمة كل هنا يسيء البعض فهم كلمة كل ويسيء البعض يعني التفسيرات اللي وردت في هذا الامر ويسيء البعض ما ورد في التراث الاسلامي العظيم من كثير من الكتابات الاسلامية التي تحدثت عن مشروعية الاحتفال بالنبي صلى الله عليه الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وكأننا يعني تجهلنا كل ذلك او نجهل ذلك فالانسان قبل انه بقى يبتدي يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي ان دي بدعة وانه ما ينفعش تقول كل سنة وانتو طيبين وانه ما ينفعش نحتفل بذكرى النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام كلام عار من الصحة والحديث اللي هم حتى بيرددوا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الكلام ليس على اطلاقه انما كل ما من شأنه يأتي مخالفا وغير موافق للوحي الشريف هو ده اللي بدعة وهو ده اللي احنا بنحاسب عليه وهو ده اللي الانسان بيخالف فيه المنهج الرباني يعني كل الجاء القادم او كل التي تشمل كل ما في هذا الاطار من الوان المخالفات للهدي وللوحي الشريف هو ده اللي بدعة اللي بيجي على غير اصل بيجي غير موافق لما في الوحي الشريف اللي بيأتي مخالفا مخالفة صريحة او بيدعو الى ضلالة واضحة هو ده اللي بيذم وهو ده اللي بيوصف بصفة البدعة اذا زي ما ذكر اهل الفقه واهل العلم والامام النووي وغيره تحدث في انواع البدع هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة هناك بدعة مخالفة وهناك بدعة موافقة هناك بدعة هدى وهناك بدعة ضلالة احنا في احتفالنا بسدن النبي عليه الصلاة والسلام واحنا بنستدعي نماذج من سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه فيه تعامله مع الصبيان فيه تعامله مع الاطفال فيه تعامله مع نساء فيه تعامله مع خدمه فيه تعامله مع صحابته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في استحضار هذه النماذج النورانية المشرقة في تاريخنا وفي حياتنا واللي بنفخر بيها واللي بنستحضرها عشان نهتدي بها في حياتنا هل في ذلك مخالفة لما ورد في الهدي الشريف أو في الوحي الشريف هل لو صاحب ذلك ألوان من المطعومات أو المشروبات اللي الناس بتعملها احتفاءا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا ننسى أهل الله ولا ننسى أهل الحاجة والاحتياج وإن يكون ده تجديد للمحبة وتجديد لعهد الحب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه مخالفة للوحي الشريف يعني الإنسان عليه أن يعقل ما يقول طيب يقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يحتفي بيوم مولده بيحتفي بالصيام ولما يسئل قال داك يوم ولدت فيه عليه الصلاة والسلام يحتفي بيوم ميلاده بإحياء بعبادة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ما تقولهش كل سنة وأنتوا طيبين لا لا يجوز الاحتفال بيه كلام ليس له أصل وفاتنا يعني الفهم الدقيق لنصوص الشرع الحنيف لما أجي أسمح حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة في أدوات للإنسان لابد أن يتسلح بها قبل أن يطرق فهمه لآية أو فهمه لحديث نبوي الآية لازم عندي أدوات معينة بنتعلمها احنا في مجال البحث العلمي عشان أقدر أفهم الآية ما أخدش الآية على ظاهرها وقف عند حدود اللفظ دون فهم للاستعمالات اللغوية دون فهم دقيق لأوجه اللغة في الفهم والتعبير وكذلك لغة العرب لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب فهناك لابد أن يكون صاحبها مدرك جيد للعربية واستعمالتها في نفس الوقت يابد أن أكون ملم بباقي الأحاديث التي وردت في مثل ذلك الأمر زي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وده حديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه فبأتي بهذا الحديث مع الحديث الثاني كله بدعة ضلالة ما ليس منه إذن الزم والبدعة المزمومة أنك تأتي بشيء على غير مثال موجود له في الوحي الشريف ساعتها أنت بتكون خالفت هذا الوحي وكانت البدعة مخالفة لما أتى به الوحي الشريف تبقى بدعة ضلالة تبقى بدعة مخالفة أما بدعة الهدي أما بدعة الموافقة واللي صاحبها التطور الاجتماعي البشري فإن إحنا بنحتفل يا أخي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام باستدعائها يعني السيرة العطرة لحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإنه صاحب ده بعض المطعومات والمشروبات ده أنا كنت أسمع من أمي في البيئة المصرية إنه زمان لما بيجي يوم المولد الشريف على صاحبه الصلاة والسلام كان الناس زماني كانوا يبلوا الشربات وكانوا يزعوا مش حلويات بس وكان بيبقى احتفاء بذكر ومديح وصلاة وسلام على رسول الله والمساجد بتبقى مشرقة وكلها يعني فرحة وبهجة بميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ودي من اللي بتنضح بيها البيئة المصرية من حبها لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام